طيب ده جزء متعلق به نتيجة الأمس ولسه عندنا مباراة مع ام بي يوم السبت القادم في دور 16 لكأس مصر طيب في عنصر تاني أو معيار تاني كلنا شايفينه إيجابي جدا وده ظهر كصورة أو فيديو ظهر مبارح من خلال السوشيال ميديا واحنا برنامج اسمه التريند بالتأكيد مهتم جدا بكل التفاصيل اللي موجودة عبر السوشيال ميديا بنت كانت موجودة مبارح في مباراة الأمس مع عدد قليل جدا من اللي كانوا موجودين في أرضية الملعب والدموع والحزن والزعل من نتيجة مباراة الأمس دمك على الشاشة طبعا عايز أقول لكم يمكن الشيء الإيجابي اللي صدر أو اللي قدر أتكلم عليه من خلال هذه الصورة أولا أنا عايز أقول لك إن شاء الله ربنا يعاوضك بفرحة في الفترة القريبة إن شاء الله بإذن الله وما تزعليش وجمهوري نادي الأهل كله ما يزعلش إن شاء الله بإذن الله اللي عيبة تكون على عد المسؤولية هي والجهاز الفني أو هما والجهاز الفني ويقدروا يعملوا نتيجة أفضل في الفترة الجاية عشان يعوضوا ما فات لكن صورتك دي أو الفيديو اللي كنت بتعاياتي فيه وزعلانة وصل لكل أفراد الجهاز الفني واللعيبة النهاردة في معسكر برج العرب النهاردة كان فيه تماميني الساعة واحدة لكن صورتك والفيديو وصل لللعيبة وبإذن الله إن شاء الله ممكن تكون صورة أو فيديو دور كبير جدا فيه إن تحسس الناس إن الفترة الجاية لازم يكون فيه مسؤولية لإنك مش بتكسب عشان إنك لعيب محترف وبس أنت بتسعيد شعب أنت بتسعيد جمهورك وجمهورك دايما عايز يكسب كل البطولات آه ممكن ده يكون عامل ضغط كبير عليك لكن في نفس الوقت أنت بتوصل لسبع سماء الإسم والنجومية وحاجات كتير جدا ممكن يستفيد بيها اللعيب أو الجهاز الفني لكن اللقطات الصغيرة اللي زي دي ممكن نهتمي بيها عشان إحنا كلنا بنضور في كيان واحد أو نادي إحنا كلنا بننتمي ليه القصة مش مسألة أصل جمهور أصل جهاز إحنا كلنا منتميين للنادي الأهلي إعلام جمهور جهاز فني لعيبة جهاز إداري مسؤولين كلنا بنشتغل عشان المنظومة دي تنجح فلما نشوف لقطة زي دي ممكن تكون سلبية إن الجمهور زعلان وحزين لكن إن شاء الله ممكن نستفيد بصورة زي دي إن تكون دافع قوي ودافع إيجابي للعيبة عشان تحس إن فيه مسؤولية وإنك حققت حتى لو اتنين دوري أبطال أربعة دوري أبطال إنت لسه ما عملتش حاجة طول ما أنت بتلعب في الأهلي وبيترتدي تي شيرت النادي الأهلي أو بتلبس فنيلة الأهلي لازم تدافع عن النادي الأهلي حتى آخر لحظة وإنت بتلعب في الملعب لازم تفوز بكل بطولة عمر الجمهور ما يشفع لك لو فوزت بطولة أو اتنين أو تلاتة وخسرت قدامهم اتنين تلاتة لا بالعكس أدخل الخمس بطولات حارب على الخمس بطولات كسبت الخمسة أهلا وسهلا خسرت بطولة لقدر الله بس لعبت مفيش مشكلة قديت مفيش مشكلة فهو الزعل إن ما كانش فيه أداء فاللي جاي بإذن الله نتمنى يكون فيه دعموا الفترة الجاي بإذن الله يكون فيه أداء أفضل في الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة